20 معلماً ومعلمة حصلوا على شهادات تقديرية كأفضل معلمين تم اختيارهم من قبل برنامج تحسين جودة التعليم الأساسي في جات بوركيب وذلك لما قاو به من تطبيق الأسس التربوية في التدريس وقد شهدت هذه المناسبة عدة مداخلات حيث تحدث كل من مدوبة تربية الوطن بولاية الشار الأوسط والأمين العام لنقابة المعلمين بالولاية والأمين العام لأكاديمية جنوب شرق حيث أكدوا جميعاً أن ما قام به مشروب بوركيب في تدريب المعلمين ترك أثراً واضحاً في تحفيز المعلمين للقيام مواجبهم نحو الأفضل أما المسؤول الفرعي لمشروب بوركيب بولاية الشار الأوسط قال إن المشروب منذ أما 2014 وحتى 2022 قدم الكثير من أجل التحسين وجودة التعليم الأساسي والي ولاية الشار الأوسط الجنرال عثمان إبراهيم جمعة أثنى على الجهود الذي يقوم به برنامج بوركيب من أجل التحسين التعليم في شاد وقال إنها تتطابق تماماً مع السياسة الحكومة الكادية الرامية إلى رفع قفاءات المعلمين الوالي طلب مسؤول المؤسسات التعليمية المواظبة والسهر على رعاة التعليم ترجمة نانسي قنقر